اشتركوا في القناة وهما مسؤولية ما سأقول حين يكون النص أقرب إلى القلب من غشائه تاركا لهما أن يتقدما علي في نص الرصانة والعقل والمنطق نلتقي مجددا على دمعة سعد الحريري والدمعة هنا وساما يحاصرنا فائض الحزن من كل حدم وصوب يرسم حدودا للبنان باتساع القدر قدرنا أن نلتقي على وجع نعصر أحزاننا لنتوضأ بها نهزج بمواويل الزيتون العابق في بتورتيج نعرج على ضريح الرفيق ونعود دائما إلى مربع الحياة لنحرم دعاة ورعاة مربعات الموت من رفع أنخاب الشهم تغيب التفاصيل ويبقى الجرح هي ذاتها عبوة الحق استهدفت قبلك رفيق الأمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري كأنما أرادوا بكما النيل من الأمل والأمن والأمن والأمان كما استهدفوا رجالات ربيع لبنان ليمنعوا ربيع الشام وكل العرب كيف لي يا وسام أن أغفر لك ما حييت أنك انشغلت بهم حماية اللبنانيين كل اللبنانيين ولم تحمي نفسك كيف لي يا نصر التراتيج أن أغفر لك كيف أخليت سماءنا لأسراب الغربان ستظل حاضراً في كل زاوية من زوايا الحياة في الصداقة وفي السياسة وفي الأمن وفي الدولة عمي أبو حيدر العزيزة آم مازن مجد محمود أحمد صهيوني أريد أن أطمئنكم جميعاً أننا على قاب قوسين أو أدنى من اكتشاف جريمة اللواء الشهيد ويسام الحسن ولو زع العماد يمكن حصلنا على الصورة بعد في الصوت هذا الأمر سيعلن في الوقت المناسب وأنا مسؤول عن كلم سيعلن وسأتعرفون كلكم الحقيقة وأقول للقتلة مهما فعلتم وأينما ذهبتم لو صعدتم إلى أعلى الأبراج لو ذهبتم إلى أبعد الأماكن سنطالكم 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 وسنقتص منكم بالعدل والقانون لم يكن وسام الحسن رجل أمن وحسب بل كان رجل دولة ترك بصماته في تفاصيل مؤسسة قوى الأمن الداخلي عامة وشعبة المعلومات تحديداً حيث من موقع اليوم في وزارة الداخلية والبلدية أمر بطيفه كل لحظة في قصة نجاح هنا وفي إنجاز هناك وفي كفاءة أشرف على تنميتها أو آلية عمل على وضعها أو حداثة كان صباقاً إليها قبل أن تأخذه الشهادة إلى حيث يسكن الأنقياء الأنقياء صحيح أن وسام الحسن بهذا المعنى شهيد الدولة الصعبة حيناً والممنوعة أحياناً كثيراً لكنه في كل حين شهيد الدولة الممكنة والأكيدة الدولة التي آمن بها وعمل من موقعه على ترسيخ مؤسساتها وربط تجربته فيها بكل ما له علاقة بالكفاءة والنجاح والسمعة الطيبة فالدولة كما كانت في تجربة وسام هي الإيمان بها وبفكرتها أولاً قبل وضع الشروط عليها والدولة هي تراكم الجهود الساعية لحمايتها وتطويرها وليست تعالي على ضعفها أو تقصيرها أو قصورها واستسهال النيابة عنها والقيام بمقامها الدولة هي ما نفعله هنا الآن الدولة ليست مادة للحنين والرومانسية وقوى الأمن الداخلي ليست مجرد أرشيف للأحداث أو ذاكرة للدولة اللبنانية في عزها بل هي جهاز كفء وشجاع ومسؤول ويملك من الإمكانات البشرية أولاً ما لا ينبغي تجاهله في سبيل تعزيز قدراتنا الأمنية وهنا دعوني أتوجه بالمباشر إلى قوى الأمن الداخل أنتم يا رفاق وسام الحسن أثبتتم في كل تفصيل من تفاصيل الإعصار الذي يضرب المنطقة واللبنان أنكم شركاء أصليون في متثبيت معادلة الأمن والأمان وشركاء أصليون مع الجيش وسائل القوى الأمنية في دفع ضريبة مكافحة الإرهاب وبعض منكم اليوم يتشاركوا مع جنود الجيش اللبناني تجربة الاحتجاز المرة على أيدي تنظيمات إرهابية لقد عملت جاهداً بدعم من دولة الرئيس تمام سلام وبالتعاون مع وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جون قهوش لرفع مستوى الشراكة بين المؤسسات الأمنية ولا أدعي هنا أننا حققنا الكثير في هذا المجال لكن ما حققناه حتى الآن يمكن استثماره لصالح أمن أفضل وأكثر عدلاً وهو ما لم يكن ممكناً لولا الكفاءات الاستثنائية التي واكبت خطة التكامل والشراكة أولاً من الجيش وثانياً من قوى الأمن الداخل أما في السياسة فاسمحوا لي ببعض الرسائل الخصيرة ما أقوله أو سأقوله هو أول الكلام وليس آخره ومن له أذنان فليسمع بوضوح لست من هواة ترجير المؤسسات وخاصة للحكومة ولا من محبي التراشخ السياسي أنا في طليعة من يسعون إلى تجنب إثارة أي سجال خلافي داخل مجلس وزراء لكن الملفات الخلافية تتراكم ومقابل سعينا الدؤوب لعدم انفجارها داخل الحكومة ثمت من يعمل على تفجيرها خارج الحكومة لو أعرفك أنسباء بهذا الموضوع قبل تعلمون أنني حين سميت وزيرا للداخلية في حكومة الرئيس السلام قلت منذ اليوم الأول في كلام علني أنني سأكون وزير كل اللبناني ساعيا لحماية أمن الجميع وفارضا شروط الأمن على الجميع بهذا التوجه وضعنا خطة أمنية متكاملة تؤمن أكثر من الحد الأدنى من شروط الأمن والأمان في لبنان في لحظة تتخبط فيها المنطقة بعواصف لا تنتهي لقد دفعت عن هذه الخطة الأمنية وحميتها بصدر الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل قبل صدري من كل أشكال المزايدات التي طاولتها من بعض الأصدقاء قبل الخصوم وعملت على توفير البنية التحيطية السياسية والنفسية لنجاحها قافزا فوق معظم الحواجز التي تمنع التواصل الجاد والمجدي لمصلحة لبنان مؤمنا بأن الأمن وحدة لا تتجزأ ولا يحتمل المقاربات الحزبية الضيق للأسف تمت من رغبة في فهم هذا الموقف وفقا لهواه معتقدا أنني تركت انتماء السياسي خارج حرم حرم الوزارة من أجل أن أعلن انتسابا سياسيا جديدا أو أنني أتخفف من أثقال الحزبية السياسية لأغراض خاصة فقرر هذا البعض أن يكتفي بجني ثمار الخطة الأمنية بما يوافق مصالحه الأمنية والسياسية دون أن يساعد على إنجاحها بشكل عادل وشامل يطمئن كل الناس بل ساهم سلوكه في زيادة مشاعر الاحتقام والتوتر والغبر وهي كلها مكونات لإنتاج بيئات خصبة للتشدد والتطرف والشذوذ الوطني النتيجة هي دفع هذا البعض بالخطة الأمنية في مكان ما إلى إفراز نتائج معاكسة لما أردته بصدق ومسؤولية لم تكن مجرد استعارة لغوية حين تحدثت عن مربع الموت مسمياً للأحياء والبلدات والنواحي بأسمائه فالمربع كما تعلمون شكل هندسي متساوي الأطلاع وما ذكرته من مناطق في هذا المربع متساوية في انتساب بعض الشذاذ فيها إلى ثقافة الإخلال بالأمن والأمان والجريمة وثقافة الاعتداء لكن ما حدث أن الخطة الأمنية تحولت إلى مسار لمحاسبة بعض المرتكبين في لبنان من لون واحد وصرف النظر عن البعض الآخر لأن حزباً سياسياً يوفر الحماية ولأن جهازاً رسمياً تفتخر رئاسته للصفاء الوطني في مقاربة الموضوع الأمن صار واضحاً أن المطلوب تحويلنا إلى صحوات لبنانية على غرار الصحوات العراقية والصحوات لمن لا يعرف هي البيئة العشائرية السنية التي شمرت عن زنودها وانخرطت انخراطاً حاسماً إلى جانب الحكومة العراقية في الحرب ضد تنظيم القاعدة في حين استمر تهميش السياسي والوظيفي والإنمائي بحقها حتى الإلغاء ثم كان ما كان من انهيارات حصلت في العراق من الموصل إلى الأنبار وصولاً إلى أبواب بغداد وهنا أسمح لي ببعض ما يجول في خاطري أقول بشجاعة ومسؤولية وبعيداً عن الاجتهادات السياسية المتخاصبة رحم الله الشهداء الذين سقطوا في جرود بريتال فهم لبنانيون سقطوا على أرض لبنانية دفاعاً عن وطنية الأرض أقول هذا لنتمكن من التعالي معاً على الجراح والاستماع بصفاء ولكن من دون أن نسقط في فخ التكادل بالتفصيل أكثر في كل مرة أتحدث فيها عن خاطفين في بريتال أو مزورين في النبيشيد أو ما يفوقهما في حير الشراون في بعلبك يأتيني الجواب الحزبي لا سلطة لتاننا ولا قدرة لنا ولا حتى معلومات تساعد على فرض الأمن الفاعلون يهربون إلى الجرود التي لا نعرف أولها من آخرها يكتمل الجواب من الجهاز الرسمي بأقل أو أكثر من التبريرات فجأة تصبح الجرود أرض معركة فيها متاريس ودشم ومقاتلين يشارك فيها حسبيون بمساندة من الجهاز الرسمي نفسه ولو عن بعض دققت دققت الكبير الكبير والكثير من الأبواب خاطبت الأكبر من العقول منعاً لليأس وتجنباً للانفجار أو التعطيل ولكن من دون نتيجة ذهبت إلى فخامة الرئيس ليمان مرات طالباً حصنته الوطنية لما أفكر به ذهبت مرات ومرات إلى ضمانة الوطنية في رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بر وفي كل مرة كان يوافقني على مأخور ذهبت إلى التوازن الوسطي في وليد بيك ونقشت مرات مع الضمير العسكري الوطني العماد ميشيل عون الموضوع نفسه لا نتيجة لذلك أقول بأعلى صوت ممكن وفي حضرة روح وسام الحسن لن نكون على رأس تجربة مماثلة لتجربة العراق ولن نقبل بتحويلنا إلى قادة صحوات ولن نقبل بتحويلنا إلى قادة صحوات متخصصين في فرد الأمن على قسم من اللبنانيين فيما القسم الآخر ينعموا بالحصانة الحزبية يعني بالدرج شراكة بين بعض القطاع الخاص والقطاع العام بالأمن ضد جزء من اللبنانيين جواب البسيط والواضح هيك ما بيمشي الحال خلي الضباط يسمعوا خبر أكثر منه لمن يتذرعون بنقص الإمكانات لتبرير التقاعص والازدواجية في تطبيق الخطة الأمنية أعلن على المال ما تعهدت به في الاجتماعات الرسمية من استعداد لمناقشة أي ترتيب على مستوى العديد والعدة لسد الثغرات المزعومة ولدينا في الوزارة بشهادة رئيس الحكومة وقاضة الأجهزة الأمنية اختراحات عملية جاهزة للتطبيق إذا ما توافرت الإرادة الوطنية المسؤولة لتصحيح الخلل في تطبيق الخطة الأمنية وهو ما حذرته منه مرارا وبهدوء في اجتماعات رسمية عدة خلال الأشهر القليلة الماضية لا أنكر هنا النقص الذي تعاني منه كافة الأجهزة الأمنية وهو ما استدعى هبتان سعوديتان كريمتان بدأت إحداها تأخذ طريقها نحو التنفيذ بمواكبة حديثة من الرئيس سعد الحريري كما استدعى دعما أمريكيا وأوروبيا مشكورا ولكن لنقل الأمور بصراحة إن تعثر الخطة الأمنية يعود لأسباب سياسية وليس للنواقص التي نعرفها جميعا فالنقص يكون على كل الناس كما أن اكتمال الإمكانات يستفيد منه كل الناس هناك فريق من اللبنانيين يعتقد أن قدراته أكبر من لبنان لكنه لا يستطيع أن ينكر الآن أن كلفة ضاهظة يتحملها كل اللبنانيين لأنه أصغر من المنطقة ولعبتها وأزمتها وكوارثها وهنا لي رأي قد لا يعجب البعض ولا أقوله مجاملة بل من موقع التعامل المسؤول مع الأمر الواقع في خطاب القسم قال فخامة الرئيس سليمان أن نشوء المقاومة كان حاجة في ظل تفكك الدولة واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها وفي احتضان الدولة كيانا وجيشا لها ويعود إلى بسالة رجالها وعظمة شهدائها إخراج المحتل إلا أن بقاء مزارع شبعة تحت الاحتلال ومواصلة العدو الإسرائيلي لتهديداته وخروقاته للسيادة يحتم علينا استراتيجية دفاعية تحمي الوطن متلازماً مع حوار هادئ للاستفادة من طاقات المقاومة خدمة لهذه استراتيجية تحدث فخامة الرئيس يومها عن المقاومة بلغة الماضي كي يعبر بها إلى مستقبل أفضل لكل اللبنانيين ومنهم المقاومة وأهلها وها نحن اليوم بلا استراتيجية دفاعية وبمقاومة أدماها التفرد ويكاد يخنقها دخان الحريق المذهبي في المنطقة ومن روح هذا النص الوطني المسؤول أسأل ماذا لو وضع هذا الحزب إن كاناته منذ بدء الأزمة في سوريا بتصرف الدولة اللبنانية لتقرر هي متى تستعين به وأين وكيف وبأي حدود بدل التفرد بالقرار هل كان وضعنا أفضل أو أسوأ وهل كنا اليوم نتناقش فيما نتناقش به بعد أحداث بريتال التي لا يوجد ما يوحي بأنها لن تتكرر في بريتال أو في غيرها إن الصراحة والمسؤولية توجب أن أقول بوضوح إن مواجهة الإرهاب لا تتم إلا بركيزتين ركيزة الدولة وركيزة الاعتدال اللبناني الوطن بسنته وشيعته ودروزه ومسيحيين وبوضوح أكبر أقول لا يحارب التشدد المذهبي بتشدد مذهبي آخر أختم بالقول أنه لا أمن دون توازن ولا استقرار دون عدل ولا سياسة دون مصارح قلت ما قل بحثا عن أمن سياسي مشترك أكرر بحثا عن أمن سياسي مشترك بين كل مناطق الاضطراب والارتكاب لقناعة أننا جميعا دون السثناء لا نملك ثرف المواجهة فيما بيننا هذا أول الكلام وليس آخره لأننا نريد حماية لبنان وكل اللبنانيين من الزلازل والحرائط وأن نحمي شهادة وسام الحسن وبقية الشهداء علي بعد أن أشكر الصديق مرسيل غانم على كلمته التي فيها ليس وفاء فقط بل صدقا وإنسانية لا تغيب عنه في كل الكلام الذي يقول عشتم عاش الشهداء عاش لبنان شكرا لكم شكرا لكم